لا تزال عشرات العائلات تعاني الويلة الداخل هذا المخيم الصيفي برأس فالكون بعين الترك ومذو ثلاثة عقود معظم السكنات هنا مكونة من غرفة واحدة والتي غالبا ما تأوي أكثر من عائلة احنا هاتي الجوارين رأنا مدة 25 سنة رأنا كل عام نقرعوا في السكنة اليوم غدوة اليوم غدوة مكان والو ليجي منه من يعطوه السكنة وحنا ما يشوفوش فينا احنا هي عائلة دارك عدنا شونبرة واحدة نرقدوا فيها ستاة من الناس عدي ولدي كبير عندها سبعة عشر نعم ما يلقى مسكنكي يرقد ما يلقى كيراجع دروسة عندي عبيته وكوزينة وحنا معاه ومعاه ووالدي يساكنة وعندي البنت مرايدة وما ما زاله ما جارفش تفكرونه لجان الإحصاء التابعة لضائرة وبلدية عين الترك سبق وأن أحصت العائلات هنا لكن دون جدوى ماذا بيك شاف دائرة نرسلك هذا الميصاج لك تزداد أوضاع عائلة هذا المخيم سوءا يوما بعد آخر فالجميع هنا ينتظر التفاتة السلطات المحلية للظفر بسكن في إطار برامج الترحيل المقبلة